بما أن هذا الخبر إيجابي رح أحجيكم على خبر ثاني هم إيجابي وحلمة لوجهكم طبعاً المرة الأولى في تاريخ مرض السرطان علاج يشفي جميع المرضى خلال تجربة سرية حيث أظهرت تجربة لعلاج واعد أجريت على عينة صغيرة من مرضى السرطان في الولايات المتحدة أن جميع المشاركين في هذا الاختبار تمكنوا من الشفاء بشكل تام من أورامهم يعني شيء إيجابي ولازم يذكر أنه صار علاج لهذا المرض اللي راح ضحيته كثير ناس يعني دائماً نحن نقول على هذا المرض خبيث عفواً بسبب أنه ما يبين على جسم الإنسان لكن بعدين مني يكتشف أنه انتشر بجسمه لما تشعر حاسبي لما بألم ما بأي أعراض تظهر أنه هذا الشخص مصاب بهذا المرض لكن الحمد لله أنه أكو علاج لهذا المرض يعني إذا نريد أن نتكلم عن التقدم بالعلم والتطور به حتى العلاج وحتى على العلاج فنشوف أنه هناك أو هناك أكو تقدم كبير بناحية الطب نتمنى أنه هذا العلاج يوصل للعراق يوصل لمرضة ويا ربي يشفي كل مريض يا الله يعني المرض كلش محلو ويا ربي صحة والعافية لكل مشاهدينا خلي نشوف التعليقات لهذا الموضوع فكانت التعليقات على الفيسبوك وأخيرا خبر يفرح اللهم شافي كل مريض وارزقنا صحة والعافية آمين يا رب آمين لكل من يشاهدنا ويسمعنا عدنا تعليق تاني أيضا لهذا الموضوع خلونا نشوفها يا الله بالرغم كل نعم الحياة وزينتها لأن جميعها لا تتساوى مع أروع النعم نعمة العافية يا رب أدمها علينا وأشفي جميع مرضى السرطان في العالم آمين يا رب لا يتألمون لهم علاج والله بمستشفياتنا هنا ببغداد وبالعراق أجمع لكن الحمد لله بداية خير إن شاء الله يا ربي على جميع المرضى بهذا المرض خطوطا